تنطلق غدا الأحد مرحلة التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي خارج الدولة حيث تستقبل سفارة الدولة وقنصلياتها ومقار البعثات الدبلوماسية حول العالم أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس واختيار ممثلهم لعضوية المجلس في دورة الانتخابية الرابعة وتستمر عملية التصويت خارج الدولة التي تنظم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي يومي الأحد والاثنين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر في المراكز الانتخابية المائة والثمانية عشر المتخصصة للناخبين في الخارج وقررت اللجنة ستناء المصوت من الخارج من إبراز بطاقة الهوية الأصلية والاكتفاء بصورة البطاقة وإبراز جواز السفر أو أي وثيقة رسمية تحتوي على صورة الناخب موسيقى